برحب بحضراتكم مرة تانية هالفقرة دي فقرة مهمة جداً وهنا نتكلم عن الجنريشن جديد زي جنريشن جنريشن أو أجال المواقع التواصل الاجتماعي ده في حد ذاته كبير نسبال نحن تحديث ما بالك تحديث التحديث بقى يعني الأفديت بتاع مواقع التواصل الاجتماعي ما بين أنه هيكون مدفوع التوصيق هيكون مدفوع العيوب المميزات في حتى من أهم الشخصيات أو هي أورادي او موثقة بالفعل على مواقع تواصل مختلفة إن كان تويتر فيسبوك أياً ما كان بقى نوع هذا الموقع البعض معترض على هذه الخاصية والبعض مش فارق له والبعض شايف إنه ما فيش مشكلة البعض شايف إن ده بالعكس هيزود من فكرة الأكاونت اللي مش صحيحة أو مش سليمة والبعض شايف إنه هو إيه المشكلة إيه اللي هيحصل هال مواقع التواصل الاجتماعي هتتحول بعد كده لا مواقع مدفوع بعد ما كنا بناخد فيها راحتنا كلنا وبالنسبة لنا كان بتبقى خلينا نقول الهروب مكان الهروب بتاعنا الناس كان بتهرب فيها ومكان مجاني ولا إيه اللي هيحصل هنعرف كل ده من دكتور عبد الوهاب ونمنا برئيس الاتحاد العربي لإقتصاد الرقمي دكتور عبد الوهاب نورنا أهلا وسهلا بحضرتك نجمتناك كبير أهلا بحضرتك طيب إيه اللي حصل بقى يعني تويتر الأول ابتدى ألم ماسك بعد ما امتلكوا قال أنا هغير في موضوع البريفيكيشن أو التوثيق وهيكون مدفوع وهيغير ده بالتالي هيكون لي ميزات أو خاصية مختلفة عن الأشخاص اللي مش بتدفع هذا الاشتراك وبعد كده في البعض اعترض والبعض ما تمام ما فيش مشكلة أنا هزعرف من حضرتك إيه اللي هيحصل في الوقت الجاي موقع التواصل الاجتماعي هتتحول في حد كده المصطلح اسمح لي أقوله لك قال إنه موقع التواصل الاجتماعي بتعتبر عاملة زي الشارع اللي الناس بتمشي فيه لكن المعلنين هم اللي بيدفعوا فلوس فيه لأن هم اللي بيستفيدوا فيه هم اللي بيستفيدين طبعا هي بيزنس في نهاية بالزبط بعد كده مش هيبقى زي الشارع اللي احنا بتتواش فيه لا بصي حرك احنا أنا هتكلم على محورين الوضع الحالي والوضع المستقبلي أنا هبدأ بس بعنوان الوضع المستقبلي الميتا فيروس العالم السلاسي الأبعاد هو بداية النهاية لمنصات التواصل الاجتماعي الحالية إذن إحنا دلوقتي يعني حضرتك بتقول بتتنبأ أو تتوقع ده هو ده الواقع إنه الوقت اللي جاي مش هيبقى فيه مواقع التواصل الاجتماعي لأ هتختفي بشكلها الحالي هتختفي ليه؟ ليه؟ أوضح لي جديه وأرجع للمحور الأولاني اللي احنا فيه إحنا حاليا دلوقتي في التواصل الاجتماعي سواء على الموبايل أو سواء على الشاشة اللابتوب أو حتى على السمار تيفي بنشوف أي حاجة مسطحة صح الميتا فيرس لأ مع الميتا فيرس هي عالم الإنترنت الجديد سلاسي الأبعاد أنا حشوف نفسي داخل الحدث بدل ما أشوف شاشة مسطحة حلاقي نفسي أنا كمستخدم جوه الشاشة سلاسي أبعاد داخل أتفرج علاماتش النهاردة على اليوتيوب أتفرج عليه على شاشة مسطحة سواء التلفزيون أو الموبايل لأ أنا حشوف نفسي أنا شايف نفسي أنا قاعد في المدرك حاضر حفلة حاضر محاضرة في الجامعة هتبدأ تظهر تقنيات تانية خالص جامعات افتراضية كل واحد طالب قاعد في بيته أو مدارس قاعد طالب في بيته لكن هم متجمعين تخيلياً قاعدين شايفين نفسيهم قاعدين في فصل قاعدين في مدرك والدكتور بيشرح أو المدرس بيشرح إذن العالم اللي إحنا فيه دلوقتي على وشك أن يكون في خبر كامل ده ده الوضع الجاي وحتكلم عليه مع حضرتك باستخدامات تطبيقات الزكاية الاستنوعية نرجع على الوضع الحالي الوضع الحالي أولاً هي بيزنس في نهاية لما نيجي نشوف أزمة وباء كورونا وقفت الاقتصاد العالمي وطباطق ثلاثة الإمداد في حاجات كتيرة لكن كانت نعمة على وسائل التواصل الاجتماعي لأن زاد عدد المستخدمين وصل إلى ما يكرم من خمسة مليار شخص صحيح أولاً أشهر خمسة فيهم إيه اللي هم المستخدمين النشطاء على الفيسبوك حوالي اتنين وتسعة من عشر مليار على اليوتيوب حوالي اتنين ونص مليار دي دولة يمكن أكتر حاجتين على الواتساب اللي هو موضوعنا على اتنين مليار تيك توك حوالي واحد ونص مليار ثم الانستجرام حوالي واحد واربعة من عشر مليار طبعاً في حاجات كتيرة جداً لكن دولة الأشهر في المنطقة بتاعنا هل ماركز جربرج أو غيره بيدخ مليارات عشان خاطر الناس واسعاد الناس لا لا بيزنس في نهاية لأن النهاردة منصات التواصل الاجتماعي رغم أنها تواصل اجتماعي لكن كلها في النهاية تسويق إلكتروني ودخلت فيها منصات تجارة إلكترونية وبيبيع ويكسب لدرجة في بعضهم زي التيك توك إذا أنا مثلاً مستخدم نشط وعملت أكثر من مئة ألف متابع أو فولوارز باخد فلوس صحيح وبديني فلوس ليه؟ لأن أنا بسوّق له منتجات بتاعته من خلالي ليه؟ لأنه هو في النهاية بيبيع معلوماتي بيستفيد منها لما يكون النهاردة الفيسبوك لوحده وعنده حوالي 2.9 مليار أي شركة ملتي ناشونال هتيجي تدفع له مليارات عشان تعلن عنه إذن إحنا النهاردة في عملية يعني تجارية بالدرجة الأولى ومنافسة جديدة جداً طب هي تجارية من اللحظة الأولى ليه دلوقتي؟ طب ليه تجه دلوقتي الفكرة أنه التوفيق على سبيل المثال يكون مدفوع أو أن يكون في بعض الخاصية بعض الخصائص مدفوع ليه؟ بصي حضرتك عادة في مصطلح بسيحنا نقوله باللغة الدرجة أنا بجيب رجل الزبور أنا الأول بديك خدمات أنت بتاخد عليها بقت جزء من حياتك تتخيالي من كام شهر لما وقف الفيسبوك حوالي 6 ساعات كانت الناس حتتجد يعني يمكن نسيت الأكل والشرب ومشاكلها العادية والاقتصادية وغيرها وغيرها وكانت توقفت حياتهم هو النهاردة لو عملها بأي مبالغ تدريجي أي منصات الناس مش هتقول لأ دي أول نقطة الميزة اللي طلعت بقى في الواتساب الجديدة هي مش ميزة جديدة في وجه نظري أنا كشخص مشتغل في المجال بقى لفترة طويلة أولا أنا عندي مثلا أنا شخصين عندي موبايلي الفيسبوك عندي والميسنجر حالة اثنين إذن النهاردة ما بقيتش يعني كنت تنزل الواتساب على أربعة مكان اثنين ما بقيتش أسمع يعني سيهم نعتبر الواتساب بالنسبة لنا يعني أكنه كتب يعني استندوق لسو ما هو الكلام كده ما هو الكلام كده هو ليه أولا لأنه هو حس أن الانستجرام هتسحب منه جزء من الزباين بتوه المتعاملين معاه فهو قال أنا أنزلها وهو فعلا هي ميزة مهمة ليه؟ أنا ممكن واحد أكون بشتغل بحب أتفرج على الشاشة الكبيرة في اللابتوب بدل معه دقر الرسائل والصور على الموبايل طب ما أنا ممكن يكون موبايلي كمان الأساسي الميزة هنا بيبقى فيه موبايل أساسي والثلاثة التانيين سواء موبايلات أو لابتوب تابعين له لو الموبايل حتى الأساسي فصل شحن أو أنا سايبه في البيت الباقيين شغالين ودي بردو ميزة ممكن أنا كمان أتفرج على الرسائل على سمار تيفي كبير في البيت طبعا ما هو ده جهاز من ضمن الأجهزة اللي ممكن أوصله بس الناس بتقلع يا فندم من فكرة الخصوصية أو إنه الرسائل دي يتم مشاركتها أو إنه حد مثلا موبايل يضع موبايل يتسرق حتى لو هو على موبايل واحد ولو ضع أو تسرق أمو أنا بخاف على موبايل واحد أخاف على أربع موبايلات يعني هي دي الفكرة بص يا أستاذة الخصوصية انتهت من زمان ما فيش حاجة اسمها خصوصية دي حقيقة صعبة جدا لا دي ده ما أي يعني أنا بشتغل في المجال أنا عشت في أوروبا حاليا أربعين سنة وعارف إن الخصوصية انتهت من زمان إحنا حاليا دلوقتي وإحنا في الاستوديو أنا متشافي واخدى بقى الحركة كل بياناتنا موجودة على التواصل النهاردة للأسف الناس وانتهى البساطة يعني مش واخدين بالهم بحطوا كل بياناتهم وأشخاصهم والسيرة الذاتية لهم والعائلية والأسرية على التواصل الاجتماعي وده غلط أنا التواصل الاجتماعي محدود أحط عليه الحاجات الرسمية لكن الحاجات الشخصية أو الصور الشخصية قوي بحطهاش على أحط الحاجات الرسمية فقط على التواصل الاجتماعي لأنه هو مخترق مخترق أولا هم مخزنين كل بياناتنا وعلى فكرة الشركات العالمية بتبيع البيانات دي للمتسوقين ممكن فيه خضايا كتير صحيح لا وعمرها ما تخلص عمرها ما تخلص لأن احنا البيانات كلها متخطة لكن الأهم من كده بقى إيه اللي احنا بنتكلم فيه ده كله كلها يعني على نهاية السنة بالكتير حيخلص حيبقى نقول احنا كل زمان على نهاية السنة دي كده بالكتير ليه لأنه هو نفس مارك زيكربارك وشركة ميتا لما أعلن عن البيتا فيرس الميتا فيرس النهاردة بيضخ في استثمارات ودلوقتي مئات المليارات من الدولارات وطلعت شركات كبيرة جدا حيعيشوا الناس في عالم افتراضي تماما حيدخل فيه التسويق الافتراضي والإعلام الافتراضي والحياة الافتراضية والمدن الافتراضية والجامعات طيب دكتور عشان انا عايز اعرف الموضوع ده بمحضارك بالتفصيل بس عشان نخلص محور محور زي محضارك كنت تتحدث فكرة التوثيق المدفوع او الخدمات المدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيه بعض الاشخاص المؤثرين في هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي اعترضت قالت طيب انا دلوقتي فيه انا بشوف مثلا حسابات مزيفة كتير جدا ممكن توثق هذا الحساب بشكل من هنا تدفع طيب دلوقتي هيحصل طبعا الفراد او هيحصل انتحال شخصيات وهيبقى فعلا فكرة هذا التوثيق او الخدمات المدفوعة دي مفيدة ولا مضرة بعيدا عن البزنس هنالكلم للمستخدمين دلوقتي لا بالنسبة للمستخدم هي مضرة لان هو تعود على حاجة مجانا وفيه ناس كفتح حسابات كتيرة بأسماء وهمية وشخصية عامة مش عايز يظهر بشكل رسمي بيظهر وهكذا هي مضرة للمستخدمين بشكل عام لكن العمل المنصات دي هو اساسا رجل بزنس هو مهموش المستخدم اوه هو ضمن مليارات المستخدمين ضمن الاعتمادية خلاص خلاص لكن هو لو حيحط لهم حيحط اكيد الرسوم يعني كلها مش زي بعض هيحط فيها جزء عادي وجزء بزنس وجزء جولد وجزء بلاتينم وحيصنفهم كده عشان برضو الناس اللي معاها فلوس زيادة هتدخل في الحاجات الاليت قوي وهكذا لكن هو ده جاي جاي لكن هو فلوسه الاساسية مش من الافراد دي دي هتبقى حاجة في الجنب فلوسه الاساسية جاية من الماركتنج من الشركات الكبيرة صحيح ده الجزء الاساسي في هذا الكلام لكن زي ما بنقول العالم اللي احنا عايشينه النهاردة بصي حضراتك الصورة الصنعية الرابعة لما اعلن عنها في دي بوس الدكتور كلاوش واب قال ايه الصورة الصنعية الرابعة ستغير شكل العالم وشكل المنتجات وشكل اساليب الانتاج العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا هيتغير بشكل شوارعه بشكل مصنعه بشكل منتجاته بشكل كل حاجة تب ليه النهاردة العالم كله دخل على الطرق الزكية والسيارات ذاتية القيادة احنا بنحلم دلوقتي ان يكون عندنا هذا الكلام بس حيبقى موجود ده موجود لا يعني لنا اقصده حيبقى شوارعنا زكية والسيارة اتخالي حركة انتجاية للستوديو ركبت السيارة وقعدت وراء والسيارة جابتك لحد التلفزيون ورح يتراكنت لوحده وقبل ما تخرجي هتندهلها اطلاقا انه هيحصل زي ما حضرك بتقول هيحصل هيحصل ماخد بال حضرتك المنتجات نفسيها كلها هتبقى منتجات زكية النهاردة تتخالي نهاردة فيه سوبر ماركتس في مصر بقت موجودة ان انت ممكن تاخذ الحاجة مفيش كشير تعمل لها سكانك وتدفع وتمشي حتى موظف الكشير ده هيختفي المصانع كلها هتبقى مصانع يعني رقمية ميكانيكية مفيهاش حاجة خالص جزء ميكانيكي وجزء إلكترونيك وخلاص المنتج بيتصنع ويتعبى ويمكن يركب سيارة بدون ساقك ويروح ليه المخازن ويتوزع وهذا الشكل كله موجود فالعالم الافتراضي هيخلي فيه مدن افتراضي تعرفي حضرتك في هذا الوقت الحالي ان فيه شركات ميتافيرس وانشأت في امريكا بتبيع شو على النيل نهر النيل في مصر ده في الميتافيرس في الميتافيرس إذن احنا النهاردة حيبق النهاردة في تركيا انشأوا مدينة في الميتافيرس فيها مصانع فيها مساكن فيها جامعات فيها ناس بتشتري بيوت وهي بقى الفكرة فينا إيه ان كل واحد عنده أحلام ومعه فلوس عايز يشتري قصر في حتة في نيس أو في كانت فبيشتري ويسجل باسمه لكن هو مش فعلي هو اختخيلي لكن بيقابل فيه شخصيات العالمية تخيلي ويعملوا حفلة تخيلي ويجيب النجم الفلاني المغني تخيلي ويغنيوا وكلهم متشايفين متشايفين على التلفزيون كأنهم حقيقة يعني هي اللي جرب على خليني نقول سكيل صغير كده فكرة الـ ندارات اللي بتتلبس دي طبعا ما هتبقى بنخلال النظارة اه نحن كلهم بنلعب بيها دي هي نفس الفكرة بس طبعا متقدمة أكتر أو أدفانست أكتر وهي على فكرة هي دلوقتي هتبقى ندارة أصل النظارة دي دمج ما بين حاجة اسمها VR وAR Virtual Reality بتخليه الواقع يبقى حقيقة مستقبلا عشان تبقى عارفة هتبقى في النظارة العادية أو لنس بتتركبه والعين كل يوم بيبقى فيه جديد فانت طبعا وانتهت إذن الإضافة هنا بقى جاية إيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منصات التواصل الاجتماعي يعني إحنا النهاردة من أهم منصة نظهر النهاردة الشات جي بي تي الشات جي بي تي النهاردة بتتخيالي أن باحث يجي يدخل على المنصة يقول لهم أنا عايز تكتبوا لي بحث عن الطاقة النووية في مصر طلع له بحث أو كاتب رواقي يقول لهم اعملوا لي مثلا مقالة معينة عن منطقة خان الخليلي أو السياحة الشاطئية في مصر إذن إحنا النهاردة بنقول إحنا دخلين في عالم افتراضي مهم جدا طلع بس عشان ما نخوفش الناس علوم الذكاء الاصطناعي ومنها الذكاء الاصطناعي عشان ما نخوفش الناس مش بعنا كده أنه هيتم الاستغناء عن وظائف معينة أو مهم معينة ولكن زي ما احنا دايما بنقول بقالنا فترة كده متطالبات سوء العمل هتختلف تتحول هتختلف فلازم اللي هيواكب إلى وظائف أخرى بالضبط فاللي هيواكب المتطلبات دي هيقدر يحجز لنفسه مكان اللي مش هيقدر يواكب هذه التغيرات احنا محتاجين النهاردة ملايين من الناس اللي اشتغل في البرمجيات والزكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية وغيرها عوضا عن المحاسب التقليدي أو المحامي التقليدي وغيرها اعتقد للحديث بقية طبعا في حلقات تانية لازم تتكلم عن موضوع الميتا بيرس واللي هيحصل انا بشكر حضرت جزيل الشكر دكتور عبد الوهاب ونيم نائب رئيس الاتحاد العربي لاقتصاد الرقمي بشكرا كفان دم على كل المعلومات دي شكرا جزيل ولازم يكون لنا لقاءات اخرى عشان تتكلم بشكل مستخدم انا بيسعدني لان احنا داخلين في تقنيات عالية جدا غير الميتا بيرس هي اللي بتاخذ العالم نهاردة الاقتصاد بتاعنا العادي ده هيختفي هيبقى كل اقتصاد رقمي ان شاء الله خير بشكر حضرتها جزيل الشكر شكرا جزيل شكرا جزيل الشكر